اهلا بكم في اخبار الوحدة من يمن شباب والبداية بابرز العنوي تحلق مكثف لطيران مسير تابع لميليشة الحوثي في سماء تاعز والجيش يحبط محاولتين تسلل شرقية المدينة الدفاع توجه برفع الجاهزية لإفشال مساعى الحوثية لهجمات في تاعز ومأرب ولحك وصحة غزة تعلن استشهاد مدير الإسعاف والطوارب بقصف للاحتلال الإسرائيلي أهلا مجددا البداية من أبرز تطورات الشأل اليمني حيث أفاد سكان محليون بتحليق طيران مسير تابع لميليشة الحوثي بكثافة في أجواء مدينة تاعز في ظل تصعيد بدأته الأخيرة منذ يومين وقال السكان إن الطيران حلق في سماء المدينة وكثف من تحركاته فوق جبهات القتال التابعة لقوات الجيش والمقاومة الشعبية خاصة الجبهة الشرقية وطالب السكان قوات الجيش والأمن بتعامل بحزم انتجاه أي تحركات حوثية من شأنها زعزعة استقرار وسكينة المدينة في سياق متصل أحفظت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل الميليشة الحوثية الإرهابية في منطقة كلابة شمال شرقية مدينة تاعز وقال المركز الإعلامي للمحور العسكري في المحافظة إن الميليشة استهدفت موقعا للجيش الوطني في منطقة وادي صالة بقذيفة RBG ظهر اليوم وسبق هذا القصف قصف مماثل بالأسلحة المتوسطة وقذائف الهاو المواقع الجيش الوطني في منطقة الكريفات شرقية المدينة وذكر المركز الإعلامي للمحور أن قوات الجيش ردت على مصادر النيران الحوثية مؤكدا جهزية الجيش لأي استفزازات أو محاولات من قبل الميليشة وفي وقت سابق استهدفت ميليشة الحوثية الإرهابية جنديا في الجيش الوطني بنيران القنص الشرقية المدينة وقال مصر محلي ليمان شباب إن جنديا في الجيش الوطني استشهد بعد أن استهدفته الميليشة بنيران القنص في منطقة كلابا في إطار خروقاتها للهدنة غير المعلنة وتصعيدها في المحافظة في تعز أيضا نفى مصر مسؤول في اللجنة الحكومية المعنية بفتح الطرق نفى أي تمديد في استقبال المركبات القادمة من منطقة الحوبان إلى وسط المدينة لمدة ساعة إضافية وأكد المصر اليمان شباب أن استقبال المركبات يبدأ من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساء كما هو جار ومتفق عليه منذ إعلان فتح الطريق يذكر أن مطابخ إعلامية تابعة لميليشة الحوثي تناقلت معلومات مضللة بهذا الشاء بهدف الدفع بالمواطنين إلى منفذ جولة القصر الكنب لإحداث تدافع مقصود يربك الوضع الأمني في المنفذ ومساء سب دفعت ميليشة الحوثي بالمواطنين على متن مركبات ومواطنين آخرين سيرا على الأقدام بعضهم مسلحون إلى المنفذ ذات أكثر من مرة لإفشال الخطة المتفق عليها وإرباك الأجهزة الأمنية تابعة لسلطة الشرعية في المنفذ الشرقي للمدينة والذي أعيد افتتاحه قبل عيد الأضحى المبارك بيومين من جانب أوجهت وزارة الدفاع قوات الجيش برفع الجهزية القتالية في جميع الجبهات القتالية في ظل عملية تحشيد عسكرية لمليشة الحوثي بجبهات القتال بعدد من المحافظات جاء ذلك في مذكرة مرسلة من هيئة العمليات المشتركة لدى وزارة الدفاع إلى الوحدات العسكرية المختلفة بجبهات القتال تطالب بأخذ الحيطة والحذر واليقظة العالية والتصدي لأي أعمال عدائية من قبل المليشة ولفتت المذكرة إلى نوايا الحوثيين بإسقاط جبهة كرش في محافظة لحج والسيطرة على خط الضباب الأحكوم جبل حبشي والتوجه إلى الساحل الغربي إلى جانب خطط حوثية لهجوم مباغت يستهدف قوات الجيش في مأرب وتعز أثر الاحتفاء الحوثي بما تسميه المليشة عيد الغدير أو عيد الولاية أثر موجة سخرية وانتقادات لا دعة في أوساط اليمنيين بمنصات التواصل الاجتماعي واستياء شعبي واسع جراء انفاق عشرات الملايين من الريالات لإحياء احتفالات مستوردة من إيران وانتقد صحفيون ونشطاء احتفالات مليشة الحوثي بما تسميه يوم الغدير والذي تحتفل به الطائفة الشعية الاثنعشرية بما زعم أنه دليل على أحقيتها بالحكم وأكد النشطاء أن الاحتفال عنصري بالأفضلية التي تدعيها الجماعة استنادا إلى رؤى مزعومة غير حقيقية لا تتسق مع روح الإسلام الذي يقوم على المساواة بين الناس وقال النشطاء أن المليشة تستغل المناسبات الطائفية لفرض معتقداتها الإيرانية وأفكارها الدخيلة على المجتمع فضلا عن استغلال الغدير لفرض الجبايات ونهبي ما بحوزة اليمنيين من أموال في ظل انهيار للوضع الاقتصادي وانقطاع المرتبات في مناطق سيطرتها في السياق كشفت مصادر مطلعة أن المليشة الحوثي أنفقت نحو 100 مليون ريال لشراء مفرقعات نارية أطلقتها في الهوال للاحتفال السنوي لإحياء ما تسميه عيد الغدير العنصري وأوضحت المصادر أن المليشة أنفقت مبلغ 95 مليون ريال يمني لشراء مفرقعات وألعاب نارية بمناسبة الطائفية الدينية والمستوردة من إيران احتفاء بما أسمته عيد الغدير أو يوم الولاية يذكر أن مليشة الحوثي رفضت ومنعت أي احتفالات بالعياد الوطنية وعيد الوحدة تحت مبرر أحدث غزة وأقامت احتفالها الطائفي لتكشف حقيقة دعمها الزائف لغزة وأنها جماعة كهنوتية تنفذ أجندة إيرانية إلى ذلك قالت الحكومة إن إجبار مليشة الحوثية المواطنين على إحياء ما تسميه يوم الولاية يؤكد مضيها في فرض أفكارها وطقوسها المستوردة من إيران وتكريس العنصرية والكهنوت في أقبح وأبشع نموذج عرقي عرفته البشرية جاء ذلك على لسان وزير الإعلام عمر الإرياني حيث أوضح أن هذه الممارسات تؤكد أن الميليشيا هي موجة مضادة لمفهوم الجمهورية وأن مشروعها السلالي هو عدو اليمنيين وقرين للعنف والإرهاب والسطو واللصوصية كما أنها مكنة لتفريخ العنصرية والتكفير وأكد الإرياني رفض أبناء الشعب لأكتوبة الغدير وخرافة الولاية كونها أو كونها نقيضا حقيقيا للدولة وهدما لثوابتها وإقصاء للدستور اليمني وأحكامه وتعطيل لجميع القوانين التي أصطرتها الدولة اليمنية منذ قيامها تفرض ميليشيا الحوثية الإرهابية طقوسا شيعية ومناسبات ليست من دين اليمنيين في شيء في مسعى منها لتكريس أجندتها السلالية والتطيف المجتمع بما يتماشى مع مذهبها المنحرف تسعى ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران جاهدة لإحياء ما يسمى بيوم الغدير أو يوم الولاية كواحدة من المناسبات الشاعية التي أعادت الميليشيا إحيائها خلال السنوات الأخيرة متسطيرة باسم الدين بهدف إخضاع الناس لسلطتها وممارساتها العنصرية والطبقية الميليشيا تحشد الإمكانيات والأموال الضخمة التي تنهبها من اليمنيين لإحياء ما يسمى بيوم الغدير الذي يصادف الثامن عشر من ذي الحجة من كل عام كما تحشد المواطنين في مناطق سيطرتها بالقوة لإجبارهم على حضور تلك الفعاليات لتجديد الولاية لسلالة الإمامة بوجهها الجديد ومن أجل إطفاء مشروعية دينية وتاريخية لسلطتها ومحاولة إقناع الناس بأحقيتها الوحيد في الحكم تعمل هذه الميليشيا على جمع نصوص وأحاديث وتفسرها على هواها بما يخدم مشروعها بطريقة معاكسة لقواعد الدين الإسلامي الحنيف الذي أكد على الشورى في الحكم وجعل الناس سواسية فلا فرق بين طائفة وأخرى أو سلالة وأخرى كما أخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد والتي تعمل هذه الميليشيا على إعادتها من جديد ورغم محاولات الميليشيا الحوثية المتواصلة لاستبدال عقيدة الناس بفكرها الظلامي وصلخهم من يمنيتهم إلا أنها لم تستطع إقناعهم في تغيير أفكارهم وقناعتهم لقد فهم اليمنيون أسالب هذه الميليشيا التي جلبت الحرب للبلاد وعملت على إعادتها إلى ما قبل ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين من أجل الاستيلاء على السلطة ومن يمارس الطقوس الشيعية مع هذه الميليشيا إلا القليل غالبيتهم من أتباعها وسلالتها أو من أجبرتهم بالإكراه على حضور فعاليتها ينقادون وراء مزاعمها خوفا على ممتلكاتهم ومصالحهم الممارسات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية تحت مسمى يوم الغدير أو الولاية أو أي مناسبة طائفية أخرى جميعها تندرج في إطار سياسي حوثي شاعي يهدف لإخضاع الناس وتقديسهم لسلالة الميليشيا والتنازل عن حقياتهم في اختيار الحاكم كي تنفرد بالسلطة فلا يهمها الطعن بالإسلام أو هدم قواعده ومبادئه شرعت ميليشيا الحوثي بمنع بيع تذاكر الرحلات من مطار صنعاء أو الحجز من مكاتب خارج اليمن بعد أسابيع من توجيه الحكومة الشرعية الخطوط الجوية اليمنية نقل أرصدتها إلى خارج سيطرة الحوثيين وفي مذكرة لها قررت الميليشيا منع بيع وإصدار أي تذاكر سفر من خارج اليمن على رحلات تبدأ من الداخل وقالت إنه لن يتم التعامل مع أي تذكرة مخالفة ابتداء من اليوم الاثنين وبررت ذلك بأنه ياتي عقب الإجراءات الخاصة بإقفال أنظمة حجز وبيع تذاكر السفر من وكلاء السفر داخل اليمن في إشارة لقرارات الحكومة الشرعية بهذا الشأ وكانت وزارة النقل وجهت مطلع شهر الجاري الخطوط الجوية اليمنية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أصول وأموال الشركة من سيطرة الحوثيين وطلبت نقل كل أنشطة وإراداتها إلى عدن أو إلى حسابات الشركة في الخارج في حضر موت نفذ العشرات من أهالي مديرية تريم وقفة احتجاجية تنديدا بتردي الخدمات وانقطاعات الكهرباء وتعثر العملية التعليمية في المحافظة وفي الوقفة رفع المحتجون لافتات كتبت عليها شعارات تطالب الجهات الحكومية بسرعة معالجة مشكلة الكهرباء بعد وصول ساعات الانقطاع إلى فترات غير مسبوقة بظل موجة الحر التي تضرب المحافظة كما طلب المحتجون بسرعة تلبية مستحقات المعلمين حتى يتمكنوا من استئناف العملية التعليمية المنقطعة منذ ستة أشهر بسبب الإضراب الشامل شهدت العملة الوطنية تراجعا طفيفا مقابل العملات الأجنبية في أسواق الصرف في العصم عدن والمحافظات المحررة وأفادت مصادر محلية ومصرفية أن الدولار الأمريكي سجل 1813 ريال للشراء و 1822 ريال للبيع في حين سجل الريال السعودي 476 ريال للشراء و 477 للبيع يأتي ذلك في ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغدائية والاستهلاكية وتفاقم الأزمات المعيشية وارتفاع معدلات البطالة والفقر في أوساط المواطنين فضلا عن ترد الخدمات على رأسها خدمتي الكارباء والماء في الشان الفلسطيني أعلنت وزارة الصحفي غزة استشهاد هان الجعفراوي مدير الإسعاف والطوارب القطاع نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعيادة الدرج ونعت الوزارة في تصريح صحفي شهيدها الجعفراوي مؤكدة حزمها على مواصلة واجبة الإنسانية الطبي من رغم من الاستهداف الممنهجي والقتل المباشر الذي طال 500 كادر صحي واعتقال أكثر من 310 آخرين في ظروف قاسية وغير إنسانية وجدت الوزارة مطالبتها للمجتمع الدولي ومؤسساتها الأممية والحقوقية بوقف العدوان الإسرائيلي عن قطاع غزة وحماية المنظومة الصحية وكوادرها وملاحقة العدو الإسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية وقتله المتعمد للكوادر الصحية والإنسانية حالات الوفايات تزداد يوما بعد آخر في غزة بسبب الجوة في الوقت الذي يواصل فيه العدو الصيوني فرض حصار خانق على القطاع برا وبحرا وجوا لم تعضي الأوضاع في شمال غزة قابلة للوصف أو التعبير وذلك بسبب شدة تفاقم الأزمة الإنسانية وارتفاع حدة المجاعة مع السمرار حرب الإبادة الجماعية من قبل الاحتلال الصهيوني على القطاع حالة الوفايات تزداد يوما بعد آخر بسبب الجوع في الوقت الذي يواصل فيه العدو الصهيوني فرض حصار خانق على القطاع برا وبحرا وجوا لقد انعدمت جميع مقاومات الحياة الأساسية فلا خبز ولا ماء ولا دواء في غزة القطاع الصحي يكاد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة خصوصا شمال القطاع الأشد حصارا وسط تحذيرات من توقف المرافق الصحية العاملة بشكل كامل مع تلف الأدوية في الثلاجات مخازن الصحة بسبب عدم وجود الوقود وزادت الأوضاع سوءا بعد إغلاق الاحتلال معبر رفح الحدودية مع مصر قبل نحو شهر ونصف بالإضافة إلى عمله على منع وصول المساعدات الإنسانية ومنع سفر المرضى للعلاج وهو ما أدى إلى ارتفاع حالات الوفايات خصوصا في صفوف الأطفال والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة تسعة أشهر من الحرب الصهيونية دمرت كافة المرافق العامة والخاصة وذلك في محاولة إسرائيلية للعمل على إنهاء فرص البقاء والعيش في شمال القطاع الحرب الصهيونية على غزة تتواصل بلا هوادة منذ تسعة أشهر تاركة وراءها خسائر فادحة في الأرواح وأضرار كبيرة أنهت البنية التحتية بشكل كامل مخلفة أكثر من 123 ألف ضحية بين شهيد وجريح إلى جانب الآلاف من المفقودين وأمام كل هذا يجد أبناء غزة أنفسهم لقمة سائقة لثنائي الجوع والمرض إلى جانب حرب الإبادة الصهيونية المتواصلة ضدهم منذ السابع من أكتوبر الماضي دون أي بوادر عن انفراجة قريبة على سكان القطاع في الأراضي المحتلة شهدت مدينة رامالله بضفة الغربية مزيرة جماهيرية حاشدة نصرة لغزة ومقاومتها وتنديدا بسمرار العدوان الصهيوني على القطاع ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللافتات المناصرة لغزة وصمودها كما هتفوا للمقاومة الفلسطينية ودعوا كل من يحمل سلاحا بالتوجه للاشتباك مع قوات الاحتلال أو تسليم سلاحه لمن يقاوم به وندد المشاركون بالصمت العربي والدولي على المجازر الصهيونية التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة وطالبوا بالضغط على العدو لوقف عدوانه وتسير قوافل المساعدة الإنسانية والإغاثية إلى غزة رسالة تقول لشعبنا في قطاع غزة أن شعبكم في الضفة معكم وأن من يقدمون التضحيات في الضفة الغربية في قلقيلية وفي جينين وفي نابلس يطلقون لقمع الاحتلال ولجرائمه على يد المستوطنين وعلى يد جيش الاحتلال وأن الشعب موحد في مواجهة الاحتلال نقول لغزة نحن معكم أنتم تتصدون بدمائكم بصدوركم لهذا الضمار ولهذا القتل الشعب كله موحد الرسالة الثانية هي للقيادة الرسمية الفلسطينية لنقول لها وبشكل واضح الشعب يطلع لأن ترتقوا بأدائكم إلى مستوى تحديات الشعب التي تواجه الشعب وإلى تضحيات الشعب الفلسطيني الرسالة نقول لهم عن الأوان كي تعودوا لشعبكم لكي تقفوا إلى جانب هذا الشعب وكي تحققوا وحدة وطنية على قاعدة المواجهة وأن الغاء اللقاء الوطني في الصين للمصالحة هو يسير باتجاه العكسي لإرادة الشعب نحن نقول اليوم التالي لشعبنا في قطاع غزة هو يوم فلسطينيون بامتياز ها نتوحد من أجل شعبنا ومن أجل تضحياتنا انتهت النشرات تذكير بأبرز ما جاء فيها تحليق مكثف لطيران مسيرة تابع لميليشيا الحوثي في سماء تاعز والجيش يحبط محاولتها تسلل شرقي البدينة الدفاع توجه برفع الجاهزية لإفشال مساعا حوثية لهجمات في تاعز ومأرب ولحجة وصحة غزة تعلن استشهاد مدير الإسعاف والطوارب قصف للاحتلال الإسرائيلي في الختام نشكركم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة